أكد سمو شيخ محمد بن حمد الشرقي وليو عهد الفجيرة مكانة مناسبة المولد النبوي الشريف في التاريخ الإسلامي وأهمية استذكار معاني السيرة النبوية العطرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وترسيخ قيامها السامية في المجتمع والاحتفاء بالفنون التقليدية لدولة الإمارات في إحياء المناسبة كموروث ثقافي واجتماعي أصيل جاء ذلك خلال حضور سمو احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقام ضمن فعاليات دورة الثانية من مهرجان البدر في مركز الفجيرة الإبداعي ونوها سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بتوجهات صاحب السمو شيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العالى حاكم الفجيرة للمبادرات التي تحفظ الإرث الثقافي والاجتماعي للدولة وتتيح لمختلف الثقافات التعرفة على طقوصها في الاحتفالات الدينية وتحقيق رؤية الدولة في مجال الانفتاح الثقافي على مستوى العالم